موسيقى يسير السقوط معظم جبهة نهم ومناطق أخرى في محافظة الجو في يد ميليش الحوثي نقاشا لا يتوقف يتجاوز هذا النقاش نقطة كيف حدث هذا السقوط ليصل إلى الحديث عن إمكانية سعادة الدولة اليمنية في ظل هكذا أداء من جانب السلطة الشرعية والتحالف وعن خيارات اليمنيين الأخرى أهلا بكم يرى البعض أن ما حدث كان هزيمة لكل ما تمثله الأعوام الخمسة الماضية إذا مس ثنين حق اليمنيين في سعادة دولتهم يعتقد هؤلاء بأن رئاسة والحكومة الشرعية تكوينها وأداؤها هي المشكلة الأساسية التي أطالت الحرب وجرعت اليمنين كل هذه الهزائم وباعدت بينهم وبين لحظة تحقيق هدفهم وبالتالي فإنه من غير المنطقي الاستمرار في دعم سلطة كهذه وقد أصبحت مجرد خرقة تستخدم لشرعانة كل ما تريده الأطراف الخارجية لا أكثر وبالتالي فإن ما حدث في نهم يفرض على الجميع البحث عن خيارات تحفظ حق اليمنيين في السعادة دولتهم على نحو يليق بتضحياتهم طوال السنوات الخمس الماضية في حين يتحدث فريق آخر عن انتكاسة عابرة لا يمكنها بكل الأحوال التأثير على هدف السعادة الدولة اليمنية عن طريق العمل العسكري خصوصا وأن المواجهات لا تزال قائمة في هذه المناطق وأن الأيام القادمة قد تضع الجيش على أبواب صنعاء مجددا يتحدث هؤلاء عن قدرة الجيش على تحقيق الانتصار لكنهم من جهة أخرى يتحدثون عن مؤامرات لمنعه من الوصول إلى هذا الهدف للنقاش سيكون معنا من تعز أستاذ العلوم السياسية دكتور فيصل الحديفي ومن مأرب الصحفي والناشط حسين الصوفي أرحب بكم ضيفي الكريمين أطرح عليكم السؤال المشترك وأبدأ معك سيد الصوفي بعد أربعة أعوام من سيطرة الجيش الوطني على نهم أعادت ميليشيا الحوثي سيطرتها على موظم المنطقة بما تفسر ذلك شكرا جزيلا لكم مساء الخير سيد وجيه لك والدكتور والمشاهدين الكرام كما أشرتم في المقدمة فإن هذه هي حرب لكن يجب أن نضبط البوصلة بوصلة الصراع الدائر اليوم في اليمن حيث أنه ليس صراعا بين فريقي كرة قدم هناك دولة تم تدميرها بالكامل والانقلاب عليها وبالتالي فإن الحرب التي تخاض اليوم هي من أجل استعادة البلد استعادة ازمام الأمور واستعادة الدولة من هذه العصابة الانقلابية كيف حدث ذلك؟ هناك أسباب كثيرة جدا كما أشرتم في المقدمة فإن تحرير واستعادة فرضة نهم بأياد الأبطال المقاتلين الشجعان كان في 2016 وكان بشكل كما أكدنا سابقا ونؤكد أنه الوصف الذي قاله اللواء محسن خسروف وهو عسكري المحنك وأيضا كان رئيس دائرة التوجه المعنوي بأن هذه كانت عملية بطولية أسطورية ستدرس في التاريخ لكن منذ 2016 حتى بعد دخول فرضة نهم في 2016 في فبراير 2016 بعدها بشهر واحد عقد جلسة في مجلس الأمن وكان قرارة 22-16 ثم بعدها أيضا دعية الحكومة في إبريل إلى المشاورات كان قبل ذلك واحدة تنتر والأخرى القرارة 22-16 كان في عام 2015 معذرة معذرة في المشاورات أقصد المشاورات التي كانت في أبريل 2016 وكانت هذه هي بداية التوقف هنا كان الأصل أن يكون هناك مفاوض سياسي حاذق كان يجب عليه أن يحترم وأن يبني على ما أنجزه المقاتلون في الأرض لكن للأسف الشديد من خذل المعركة ربما إنجاز التوصيف والأداء السياسي والدبلوماسي الضعيف وإنجاز التوصيف الضحل الذي ربما يكاد يكون مغيبا للغاية حتى اليوم الحكومة كانت تستجيب للمشاورات دون أن تبدي أي اعتراض أو دون أن تبدي أي ملاحظة ودون أن تبدي أي ضغط على الوسيط الأول والمبعوث الأممي الأول والثاني وهذا هو الذي ربما أوصل الأمور إلى هذا الترهل إضافة إلى أن هناك ما كنا نتحدث وربما التقينا هنا قادة أسكريين وكان هناك نقاش شفاف ذات لقاء وكان الحديث حول أن هناك استنزاف للمعركة حيث أنها امتدت المعركة بالأصل كان الأصل بعد تحرير فرضة نهم أن يتم الاستمرار في اقتحام الخط الأسود وهو الذي كان يمكن أن تفعله أو فعلته مليشي الحوثي منذ أن وصلت أو صعدت من عمران من صعدة حتى وصلت إلى صنعاء كانت لا تمر إلى الخط الأسود وهذا هو هناك يجب أن تكون الحرب بهذه الشكل لكن امتداد المعركة كان واضح أنه من أجل الاستنزاف وهذا الذي تضح أن تتم معارك تقاض في خلال أربع سنوات على أتباب ليست لمواقع استراتيجية ولا القصر الجمهوري ولا هي مقر وزارة الدفاع ولا هي ذات سيادة ولا هي معسكرات أيضا استراتيجية وإنما كانت مجرد جبال وهي التي لا تزال هي الجبال يعني مكانها اليوم فهذه كانت ربما من الأخطاء التي وقع فيها الجيش وهي الأخطاء العسكرية وإيضا ربما كانت استجابة لضغط من هنا أو هناك حيث أن الفيتو كان منذ اللحظة الأولى على دخول الصنعاء واضحا وصريحا من الكثير من الأطراف الدولية وبالتالي هذه ربما بعض الأسباب التي أوصلت في الحال إلى هذا الحال سأعود إليك فيهما فيما يتعلق بالفيتو وتخاذل أو أداء المفاوض السياسي والدبلوماسي سأعود إليك فيهما لكن قبل ذلك أسأل ضيف الآخر دكتور فيصل الحوذيفي دكتور فيصل يعني بعد أربعة أعوام من سيطرة الجيش الوطني على أنهم أعادت ميليشيات الحوثي سيطرتها على معظم المنطقة بما تفسر ذلك أنت هناك صعد الله مساءكم بالخير لك والضيف الكريم والجمهور الكريم والمتابعين والمتابعات طبعا هناك أكثر من سبب يفسر مثل هذا الحدث وبإمكاننا أن نسأل لماذا توقفت المعارك في بنهم من أربع سنوات يعني هل الغرض من القتال هو السيطرة على نهم؟ نهم ليست هدفا بحد ذاتها هي منطقة عبور إلى صنعاء يعني لم تضع إلى الآن الصنعاء كهدف وبالتالي تم تجميد القوات العسكرية في جبالا على مقربة من صنعاء دون التحرك يعني من أوقف هذه القبهات؟ وظلت أكثر من أربع سنوات دون حراك عندما تقف القبهات التي تسيطر عليها الشرعية هذا العدد من السنوات يصبح المنتصر أو الصاحب المبادئة هو الطرف الآخر الحوثي اليوم ما نفتعل الحرب أو فتح هذه القبهة هو الحوثي بصاروخ موجه لا أدري أو بطرف آخر متحالف مع الحوثي موجه على معسكر في وسط إب يعني ضحايا فوق 150 ما بين قتل وقريح وبالتالي كان لديهم خطة بحماية صنعاء والمبادرة بالتقدم وإسقط هذه المواقع الحقيقة نحن ينبغي أن نسأل لا ينبغي أن نوجه اللوم على الجيش الجيش ليس له قرار عسكري مستقل حتى نلومه القرار تم مصادرته لطرف آخر ومتحكم بالجبهة وبالتالي اليوم الجيش يقدم تضحيات هدر يقدم من دمائه هدرا ويقدم وقته ضد تضحياته هدرا لو كان الجيش يمتلك قراره لما استمرت الجبهة واقفة أربع سنوات ولما ظلت صنعاء حصينة ومنعة عن الجيش الحقيقة واضحة والناس العاديين وليس المحللين والعسكريين والمتخصصين بدأوا يدركون أن اليمن انتزع قرارها السيادي وبالتالي لا قرار للحكومة لا قرار لسلطة الشرعية لا قرار بالتالي للجيش إذن هناك طرف خارجي ومتحكم بهذه التحركات ولديه أهداف إذا أردتم سنتسردها لكن دعني أسأل هنا السيد الصوفي فيما يتعلق بالجيش يعني سقوط جبهة نين بعد أربع أعوام من بقاء الجيش فيها في نهاية المطاف أيضا سيد الصوفي الجيش لماذا لا يتحرك يعني إذا كانت هناك إمكانية للتحرك لماذا لم يفعل ذلك هناك يعني إذا قلت أنها أوامر عليا سياسية عليا هناك شواهد تحدثت على أن قادة عسكريين يعني إذا ما عدنا بالذاكرة إلى عمران مثلا قاموا بشيء مخالف لما حدث هنا ثم رأيت أنت الاحتفاء الشعبي بهم عندما قتلوا على أبواب مناطقهم هناك كثير التساؤلات لماذا إذن من المسؤول في حقيقة الأمر عما حدث هناك ما هي وجهة نظرك في هذه النقطة أو هذه النقطة تقصد ما حدث في العشرة الأيام الماضية نعم عن مسؤولية ما حدث في العشرة أيام الماضية بعد أربعة أعوام من بقاء الجيش في هذه المنطقة وعدم تقدمه نعم أنا ذكرت لك النقاش الذي كان يدار يعني هنا كان نقاش يدار بصراحة كانت هنا أشباب منتديات يتم الحديث مع كثير بعض الضباط والمعنيين أيضا بتحريك الجبهة وإدارتها وكان الكل يتفق ربما جملة وتفصيلة على أن طول الجبهة من جبل صليب والمصلوب من جبل صليب حتى أطراف الميمنة حتى مقربة نقيل بن قيلاني يعني ما يقارب أكثر من 27 كيلو متر إلى 30 كيلو متر هذه كانت كلها استنزاف للجيش وأيضا محاولة لعرقلة الوصول إلى تحقيق الهدف الجيش كان هدفه واضح الوصول إلى صنعاء وتحرير الدولة وانتزاع الدولة من يد الميليشيا لكن هذا النقاش ربما يفهم ما فسره بيان وزارة الدفاع بأن كان هناك أشباب ما ذكروا أنه كان انسحابا تكتيكيا وقد ربما يكون هذا منطقيا نوعا ما إذا ما قارنناها بهذه النقاشات التي كانت تدار ولم يكن يخفيها القادة العسكريون في خلال السنوات الماضية هناك كان نوع من التدمر هناك كان أيضا نوع من التململ وأيضا هم كانوا يعورون على الشجاعة والبطولة والبسالة والتخطيط والربط والضبط العسكري الذي كان يبديه الجنود وكانوا يحررون مساحات واسعة وأيضا يدخلون يقتحمون قلاعا شديدة التحصين في وقت وزمن قياسي وربما ينفذون الخطط باحترافية تم التقييم تقييما موضوعيا لكن هذا الأداء الكبير الذي كان يحققه الأبطال الجيش والإنجاز كان الأصل أن يستمر باتجاه صنعاء أن لا يتم استنزاف الجيش وأن لا يتم القبول للدعوات التي كانت تأتي من قبل الوسطى والأطراف الدولية التي تمنع أو تدخل الأطراف اليمنية في مشاورات وتلك المشاورات كانت يعني ربما الثمرة الوحيدة التي كان يجنيها للناس من خلال هذه المشاورات أنها كانت فرصة للميليشيا التي تلتقط أنفاسها لتقوم بزرعة الألقاب لتقوم بعادة تموضعها من جديد ولم يترك للجيش الخيار بكل صراحة لم يترك للجيش أن يدير المعركة باتجاه صنعاء كما يخطط لها هو وربما التفسير الذي ذكرت لك أنه ربما تفسيرا منطبيا ما أشار له بين وزارة الدفاع قد يكون انسحابا تكتيكين ودهي لأنه لم يكن هناك الخسائر الكبيرة للجيش في خلال هذه المعركة ما رأيك دكتور فيصل فيما سمعت قد لا أكون خبير عسكري متخصص لأفتي في هذا الشأن لكن من خلال المواحظة أنا أؤكد على أن غياب القرار العسكري وعدم قدرة الجيش على اتخاذ قراره بشكل استقلالي هو الذي جعله أداء غير فعالة في أداء مهامه في تحرير واستعادة الدولة وهذا ينعكس ليس فقط على الأداء العسكري على الأداء المدني على الأداء السياسي عندما يكون الطرف مجرد أداء لا يملك قراره يصبح أفعاله على الميدان أفعال مثيرة وأفعال مستفزة وأفعال غير قابلة للتفسير والفهم لكن نحن نفهم بأنه امتزاع القرار العسكري لطرف خارجي وانتزاع القرار السياسي لطرف خارجي جعل الجيش عاجزا عن اتخاذ قراره اليوم الجيش بعد هذه التجارب المريرة ربما يفكر باستخاذ قرار مستقل عن الشرعية وعن الأطراف الأخرى ولكن حتى هذه لم تترك له وهذا الخيار لم يترك له لأنه لم يترك للجيش تكوينا تراتبيا متماسكا على المستوى الوطني وإنما تم تشكيله على شكل ميليشيات فأصبح الجيش في نهم مستقلة يعني كيان منفصل في تعز كيان منفصل وفي عدن وأبيان وأشباء منفصل في حضر موت منفصل وكل جيش أيضا له اختراقات له اختراقات وجماعات قابلة لأن تكون ميليشيات موازية له أي أنه إلى الآن يعني أن تقول أن هناك يعني من يتابع دكتور من يتابع ما تكتب أنت أو تقول أنت وكثير يرى أنكم تحملون التحالف المسؤولية دائما فيما الوقاع تقول أن التحالف يدعم ما يسمى بالجيش الوطني يعني ما يقال أنه الجيش الوطني لكن لماذا لا تكون المشكلة في الجيش ذاتي يعني أن تتحدث الآن عن ما يبدو أنه إشكالية إدارة عن إشكالية قادة لهذا الجيش لا نستطيع أن نبرأ التحالف إطلاقا بما أن التحالف صادر القرار السياسي والعسكري هل تسمعني؟ لا أدري أن قطع أسمعك بشكل واضح دكتور فضل بما أن التحالف عامدة إلى السيادة إلى مصادرة القرار السياسي من السلطة الشرعية وإلى مصادرة قرار التعيين وإلى مصادرة مسألة الدعم ودفع الرواتب هذه تعتبر فريا أن نحمل طرفا بلا يدين منزوع الكتف يعني أنت تتحدث عن جيش تتداول الأخبار تأكيدات أنه ثمانية أشهر بد الراتب يعني أنا الحقيقة أعظم مثل هذا الجيش الذي عنده السعداد أن يقاتل بد الراتب حماية لوطنه ولكن من يقدر تضحياته هذه؟ هناك أخبار تؤكد على أن معظم المعدات التي تم تركها للحوثيين في ساعة مباغة لم يكن عندها من الذخير ما يكفي لإستخدامها إذن هناك مدفع بلا قذائف هناك دبابة أو مدرعاة بلا ذخيرة يعني ما الذي ناله الجيش من دعم حقيقي في العتاد؟ يعني اللواء خصرف كان واضحا لم يمنح لا مدفعية لا صاروخ لا دبابة لا كاسعة ألغام لا طائرات وبالتالي أن تسمي جيشا هو أقرب إلى مجامع قبلية أيام عن ترب بن شداد فقط ذلك كان سلاحه السيوف وهذا سلاحه الكلاشينكوف الذي لا يمكن أن يحسن فيه معركة يعني في نهاية الأمر من يتحكم في قرار السلم والحرب في اليمن صار طرفا خارقيا وهي السعودية والسعودية لأهداف واضحة هي أرادت جنداتها التي كانت خفية وأصبحت مكشوفة أن توصل الوضع في اليمن إلى هذا لها أهداف واضحة إذا سمحت لي ينبغي أن نشر إليها لنعرف أين مكمن الخلل لا أستطيع أن ألوم جيش يعني منزوع السلاح يعني من أهداف السعودية في هذا التدخل وفي هذه الحرب أن تصير اليمن بلد منزوع السلاح وبالتالي هجومها القوي كان مقتصرا على الأماكن التي كان يشتبه بأنها مخازن سلاح للجيش العائلي وليس جيشا للدولة للأسف لأنه أصبح جيشا للحوثيين فيما بعد ولو كان جيشا للدولة لما سمح للإنقلاب أن يمر ولما سمح للحوثيين أن يوظفوا لصالحهم وبالتالي حتى هذا شمالا لكن جنوبا أيضا تم عدم السمح ببناء الجيش بناء هيكليا تراتبيا بقرار عسكري مستقل وبالتالي الأوامر تأتي من قيادة التحالف التحالف ينبغي أن يكون يتبع قرار الدولة لا الدولة تتبع قرار التحالف إذن لم يتم دعمه بالأسلحة النوعية حتى يقوم بمهامه الهدف الثالث الذي أرادته السعودية وهو هدف واضح وهو تصفية القمهورية اليوم هي تتحاور مع الحوثيين حتى تهيلهم أرضية للعودة إلى الحكم السلالي فهي ترى بأن الحكم الوراثي في الشمال هو أقرب إلى نمطها في الحكم وبالتالي أكثر تصالحا معه على النظام الجمهوري هناك هدف واضح هو تصفية الوحدة وبالتالي تم دعم الانتقال الانفصال في الجنوب كسلطة موازية ليسلم له الجنوب كاملا كدولة مستقلة وبنظر الجميع وذلك غير خافي يعني هناك أهداف أخرى هي أتت لتمارس التدريب تدريب جيشها على السلاح حديث لم تخض به حربا ومع ذلك فشلت بأن تدير هذا الحرب وعجزت عن حماية حدودها طيب إذا كانت المسألة أن اليمنيين في نهاية المطاف يذهب بهم إلى محذقة كذلك هذا الأمر يستدعي من قادة هذا الجيش إذا كانوا يحترموا أنفسهم بطبيعة الحال أن يرفضوا مثل هكذا وضع أو أن يقدموا استقالاتهم لماذا لا يفعل ذلك قادة الجيش سيد الصوفي طيب ينبغي أول مرة أن نقل الوضع متداخل ربما أعلق على ما ذكره الدكتور تفضل سيد الصوفي نعم الوضع متداخل ربما أود أن أعلق على ما ذكره الدكتور على جزئية معينة ربما كوني صحفي هنا في مارب ربما التقينا بكثير من القادة العسكريين أنه لا يوجد ما وصفه الدكتور بأن الجيش أشبه بجيش الميليشيا إلا هو جيش نظامي والكل ربما يشهد على التدريب العالي وأيضا كل القادة قادة المناطق العسكرية كلهم قادة خريجين قيادة وأركان كلهم ألوياء وأيضا قيادة المعسكرات والألوياء كلها قيادات عسكرية كانوا من أبناء الجيش وخريجية الكلية العسكرية وغالبية الذين يقاتلون تدربوا التدريب العسكري الكافي وأيضا أخذوا الدورات العسكرية المطلوبة منهم وهذا بحسب الطلاع فهو ليس كما وصف الدكتور جيش أمي شاون لكن هناك فعلا توزيع للأسف الشديد أيضا لم يكن هناك قرفة عملية واحدة للمعركة بشكل عام يعني المعركة الوطنية ببعدها الوطني هناك أشبه بتوزيع لإدارة معركة التي في مأرب وشبه يعني هذا كثير من من سيقول أنه يعني بتحصيل حصل أن المعركة الآن كانت في نهم دفع الحوثيون فيها الكثير من المقاتلين إلى الجبهة ولم تكن هناك جبهة أخرى مشتعلة حتى يخف الضغط على جبهة نهم بما أنها يعني في نهاية المطاف جبهة لا تحتوي الأسلحة لكن أرجو أن أفهم منك ما هو موقف قيادات الجيش في هذا الوضع إذا ما كانوا يروا أن ضباطهم من هم تحت مسؤوليتهم هم المسؤولين الأولين عليهم الأوائل عفوا عليهم ومع هكذا يرمى بهم إلى هذه المحرقة بدون سلاح إذا كانت ذلك صحيحا بدون دعم بدون غطاء جوي بل ربما يضربوا إذا تقدموا إذن لماذا لا يعطوا موقفا على قدر هذه المسؤولية القضية أكبر من ذلك يعني أنت تتحدث عن وطن يعني الذين يقاتلون الآن سواء من القيادة العسكريين أو من الذين التحقوا بالجيش الوطني كلهم وجلهم تعرضوا لمن تفجرت منازلهم ومنهم من طردوا ومنهم من أوذوا وشردوا بالإضافة إلى أن وطنهم الكبير الذي هو بيتهم الأول يتعرض لكثير من المحاولة تغيير الهوية هناك حرب شرسة في خلال الخمسة سنوات منذ الانقلاب على الهوية اليمنية على الذات على الاقتصاد على الإنسان الاختطافات القتل التعذيب إضافة إلى كل التدمير الذي يحدث وبالتالي هؤلاء من الطبيعي أن يقاتل عن وطن يعني بأي سلاح كان حتى لو لم يجد إلا أن يرمي بالحجارة بالتالي هذا بلدنا هذا وطننا لا يمكن أن يقول لقائد العسكري أن يتخلى الضعف اليوم والغائب اليوم هي الحكومة منذ اللحظة الأولى الحكومة لم تكن هناك لم تسند الجيش الإسناد الحقيقي الذي يتوجب عليها فعله لا هي بالتي حضرت في المساحات المحررة إن كانت في عدن منذ تحريرها في 2015 أو في مأرب أو في شبوة أو في المحافظة المحررة التي يقولون أنها 80% لم تحضر حكومة وتعيش مع الشعب اليمني وتشعر به مومي وتديرهم من هنا من الداخل وربما تتخذ القرارة المناسبة لكن للأسف الشديد نحن التقينا بعض الحكومة والحكومات المتعاقبة للأسف الشديد حينما كانوا يأتون إلى مأرب ونلتقي بهم ونتحدث معهم كانوا كأنهم أشبه بمغتربين أشقاء يعني كأنه يريد أن تنتهي الفترة التي خرج إلى مأرب ثم يعود يعني بدأ يتدمر من ضعف الإنترنت ويتدمر أيضا من عدم يعني لم تعد طبيعة الحياة اليومية لليمنيين تناسبه وهنا الخلل بدأ منذ اللحظة الأولى وكنا تحدثنا منذ اللحظة الأولى بصوت مرفوع وأنه يجب تشكيل حكومة حرب هذه الحكومة كان يجب أن تبحث أربع ملفات وربما تكتفي بعشر وزراء هؤلاء العشر الوزراء سيكونونهم المسؤولين على إدارة ملف الحرب وإسناد الجيش الذي يقاتل ببسالة وشجاعهم قطعة النظير بسلاحه الذي لم يكن إلا سلاحا أوليا ونحن نتذكر ربما المطارح مطارح أبناء مارب الذين كانوا هم ربما النواه الأولى مع القائد البطل الشهيد عبد الربى الشداد وكانت الأسلحة التي لديهم أسلحة ربما بسيطة جدا مقارنة بالعتادة الكبيرة في هذا السياق في هذا السياق سيد أصوفي في هذا السياق كيف يمكن أن نفهم إذن دعوة نائب رئيس الجمهورية فيما يتعلق بدعوته للقبائل للوقوف بجانب الجيش ومسألة النفير وما شابه يعني إذا كنا نتحدث أن الجيش يطلب من مواطنين العون في مثل هكذا حال هذا يعني أنه لا جيش وطني أسس ولا دولة مدني ولا جيش وطني حديث أسس ولا شيء من هذا القبيل الذي كان يرفع منذ السنوات على أساس أنه يحدث والناس يعني يثقوا فيه وما شابه هذا إعلان فشل ليس إعلان فشل لا يجوز أن نحمل الجيش يعني ربما مراسليكم زودوكم بكثير هذا كلام هذا بيان من صفحة نائب رئيس الجمهورية مباشرة لا مراسلين ولا غير ذلك هو نشره وموجود سأتي إلى البيان لا 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 لم أتحدث عن ما ذكرته أنت عن بيان نائب الرئيس لكن تحدثت عن الجيش الوطني الذي أسس والذي أنجز والذي قاتل والذي ناضل والذي تدرب والذي تخصص والذي توزع والذي حقق انتصارات عالية المستوى هو الجيش اليوم الذي يصنع البطولات في كل أرجاء الوطن وهو الجيش الذي يعول عليه وهو الجيش الذي ينتمي إلى الضمير الوطني وإلى التراب الوطني وإلى الحسن الوطني ويدافع عن الهدف الكبير الذي لن ينساه على الإطلاق مهما حدث من تخاذر سواء كان من السياسيين أو غيرهم لكن النداء أو البيانة الذي يوجهه نائب رئيس الجمهورية وأيضا ما تحدث عنه الرئيس في خطابات سابقة ربما في 30 نوفمبر 2019 كانت كلها تشير إلا أن هناك خيارة لدى اليمنيين إن زاد الضغط الدولي من قبل بعض الأطراف وربما لم يعد يتحدث السفير البريطاني بشكل من خلف الكواليس أو حتى بألفاظ مواربة وهو يريد أن يقول بالمفتوح بأنها ما كان يتحدث عنها جون كيري في 2016 ما سمها بالحدودة الشفافة هذه هي رؤية المجتمع الدولي لليمن وهي التي تسعى لفرض هذا الواقع وبالتالي الخطاب الرئيس ونائب الرئيس وقيادة الدولة من الجيش وغيري حينما يوجه الخطاب للقبيلة وهو يوجه الخطاب للذين أبنائهم في الصفوف الأولى في المعركة وهم قيادة الجيش عبدالرب الشداد كان من أبناء قبيلة مأرب وهو من أحد أركان الجيش في عهد في السابق وأيضا قاعد عسكري يشهد له من قبل الجميع وأيضا ينتمي إلى قبيلته التي كانت سندا ودرعا له في هذه المعركة الوطنية الكبيرة وكثيرا من القادة العسكريين المقدشي وغيرهم من القادة العسكريين كلهم ينتمون إلى القبيلة وبالتالي الجيش لم يأتي من القمر أو يأتي من كوكب آخر هو من أبناء القبيلة النداء الذي تحلص القيادة السياسية حسب ما يفهم أن الضغط الدولي لن يستمر ولن تقبل بالحكومة مع عتبنا على ملاحظاتنا وانتقادنا على الضعف والعجزة الكبيرة الذي ما رأيك دكتور فيصل في هذا الطرح في هذه النقطة حتى ننتقل إلى المحور الثاني بعد ذلك دعني أؤكد على أن لدينا مقاتلين مخلصين للوطن ينتمون إلى مسمى جيش وطني لكن لا يوجد خارطة عسكرية لجيش وطني على المستوى المناطق المحررة أنا أؤكد وأقول بأن هناك كنتونات عسكرية تحت مسمى جيش وطني هل هناك قيادة عسكرية قادرة من هيئة الأركان قادرة أن تحرك الجبهات في إطار خطة عسكرية واحدة لماذا تتحرك جبهة نهم بينما تموت جبهة كريش والساحل الغربي البرح مفرق تعز وكذلك جبهة تعز كذلك حرض كذلك البيضاء يعني لما نتكلم عن جيش وطني في بنية واحدة بنية عسكرية حقيقية تراتوبية بهيكل واضح بالتأكيد سيكون لهذا الجيش معنى حقيقي وهو عنده القرار والاستقلالية ويستطيع أن يتحرك في خريطة عسكرية ليحقق انتصاراً حتى ولم يكون الدعم كافياً اليوم نحن نترك جبهة مثلاً حجة ناس مناظلين فتحت جبهتهم وواجهوا ببسالة أكثر من شهرين خذلوا الحيمة في تعز أيضاً واجهت ثلاثة أشهر وخذلت في عتمة ناس انتفضوا ضد الحوثين وخذلوا في الشعاور في العدين يعني في شرعب يعني أنا عندما أتكلم عن جيش وطني بمعنى بنية هيكلية واحدة بقرار واحد بقرار مستقل قادر على أن يحرك الجانب العسكري الرسمي والجانب الشعبي الثوري المنتفض ضد الحوثين لكن اليوم قطاع مارب بقرار مستقل وزير الدفاع سقل عنه بأنه تحدث عن تعز بأنها قطاع من فصل كيف قطاع من فصل؟ أنت عندك جيش عندها قائد محوار وقائد منطقة وعندك محافظة دفعت أثمان باهظة إذن كل منطقة لها كنتون عسكري تحت مسمى الجيش الوطني وبالتالي هو مخذول في قراره العسكري وكذلك مخذول من الدعم وكذلك بنيته لم تكتمل وهناك تحكم من طرف خارجي لا ينبغي أن نسمي الأشياء بكثير من موارقة سنعود إلى الطرف الخارجي بعد قليل ربما دكتور دعني أنتقل إلى سيد صوفي سؤال أيضا خمسة أعوام من الحرب خروج الرئيس هذه من عدن وأغلب أعضاء الحكومة تقريبا هزائم أمام ميليشيا الحوثي في مناطق مشاريع تسمونها احتلالية تنفذها دول في الإقليم ألا يعني هذا سيد صوفي أن المشكلة الأساسية تقع في رؤوس السلطة الشرعية ذاتها في من يتحكمون فيها وهو ما يعني السحالة تحقيق النصر عن طريق هذه الأسماء كما يقول البعض هناك ضعف كبير وهذا الضعف واضح وهناك أشبه بالعجز وهذا العجز للأسف الشديد انعكس على الأداء السياسي والأداء الاقتصادي والأداء العسكري والأداء الإقاثي والصحي والخدمات وغيرها يعني للأسف الشديد الحكومة وقيادة الدولة لم تكن بالمستوى الذي كان عليه الجيش والمقاتلون حتى من قبل أثناء تأسيس الجيش وهنا بالمناسبة أود أن أشار الفتاة الانتباه إلى نقطة مهمة أنه حينما نتحدث عن جيش فإننا نتحدث عن عادة تشكيل بعض الوحدة العسكرية وأيضا عادة تأسيس جيش أثناء الحرب وبالتالي من الطبيعي أن يكون بهذا الشكل يعني جيش يتأسس في الجبهات وأثناء المعارك دور الحكومة وأداءها وأداء الشرعية دور ضعيف للأسف الشديد هناك ضغوط واضحة ومفهومة للجميع وليست من الظلم أن نتجاهلها يعني الملف اليمني ملف معقد وملف متداخل والكل يدرك هذه حتى التدخل وصل إلى أن يكون هناك تدخل واضح من قبل مثلا إمارات العربية المتحدة في عدن أن تقوم بقصف الجيش حينما أراد أن يدخل عدن هناك أيضا التدخل وصل إلى منتهاء يعني الأطراف الدولية الفاعلة في الملف اليمني تضغط على الشرعية ونحن ندرك ذلك ونفهم ذلك لكن أيضا الضعف الذي للشرعية لم يكن مبررا على الإطلاق يعني كان لدى الشرعية في أيديها أوراق كثيرة يمكن أن تستخدمها ولم تستخدمها بشكل غير مفهوم حتى اللحظة يعني لا نستطيع أن نفسر العجز والضعف الدبلوماسي للشرعية مثلا مثلا لم تستخدم لم تستخدم مثلا لم تحرك أي سفارة بشكل مطلوب على الإطلاق يعني لماذا يتم تجميد السلك الدبلوماسي في هذه المعركة وفي هذه القضية بينما ميليشي الحوثي ربما تتحرك أربع أو خمس ناشطات وتقوم بدور وأداء أكبر من دور حكومة تسمى بأن حكومة شرعية ويعني لها طابور طويل ومعسكر طويل من الدبلوماسيين لم يستطيع أن يحركوا ساكنة ولا أن يقنعوا الدول التي يفترض أن تكون فاعلة في المشهد الإقليمي أو المشهد الدولي هؤلاء مغيبون منذ اللحظة الأولى لا نستطيع أن نفهم تقييبهم أو قيابهم عن المشكلة أو عن الحرب اليمنية وكأنهم يعيشون في دولة أخرى أو ينتمون إلى كوكب آخر هذه ورقة مغيبة لا نستطيع أن نفهمها أيضا إدارة الحكومة للملف الحرب سواء كان الملف العسكري يعني جيش يقاتل لأربع سنوات ولم يستطع أن يجد طريقة لأن يعقد صفقات ليشتري أسلحة يعني أنت في ظل حرب ومع ذلك لم تعقد صفقة لتشتري أسلحة وكان المفترض أن يكون هذا في الأيام الطبيعية لكن لماذا لم يتم تسريح الجيش التسريح المطلوب لا نستطيع أن نلوم طرف هنا أو هناك وإنما اللوم على الحكومة لأننا هي المساءلة أمام الشعب أيضا هناك البرلمان الذي كان الناس يتنادون ويتداعون لأن يجتمع هذا البرلمان وكان المفترض أن هو الذي يكون صوت الشعب ويحاسب الحكومة ويدعو إلى سحب الثقة أو إقالتها أو يعني رفع الصوت وتدخل بالطرق المؤسساتية التي يفترض أن تكون لكن للأسف الشديد ما تم من خلال البرلمان أنه لم تعقد إلا جلسة واحدة هذه الجلسة استطاعوا أن ينتزعوا منصبا جديدا لما يسمى برئيس جديد ربما تصرف له ميزانية ولا أريد أن نتحدث بشكل أو بآخر عن الميزانية وصرفها وغيرها لكن المفترض أن تكون هذه المؤسسة حاضرة وفاعلة في حين أن الشعب اليمني يدفع ثمنا كبيرا هناك الأمراض تفتك به بكل جانب هناك تعطيل للعملة الرسمية في هذه المحافظات التي تحت سلطة هذه المليشية هناك مؤامرة إنجاز التعبير وليست مؤامرة هناك أجندة يراد لها تنفيذها في اليمن محاولة لتمزيق جسد الوطن ومع ذلك البرلمان الذي كان يفترض أن يكون حاضرا وأن يكون مؤثرا وأن يكون صوت وضمير الشعب غاب بشكل غير مفهوم على الإطلاق بل لا تستطيع أن تفسر لا الآن ولا للتاريخ هذا الدور السلبي من قبل إدارة البرلمان ورئاسته وأعضائه هذه الملفات وهذه المؤسسات عطلت وقيبت في حين ترك الموضوع ولا يزال لأبطال الجيش الوطن الذين على الأرض وبالتالي نحن ندعو أن يتم تدارك هذه الأمور حتى يعني لا يحصل طيب دعني أنتقل إلى دكتور أو أعود إلى دكتور فيصل الحذيفي دكتور سمعت الوضع يعني في نهاية المطاف هناك خيارات ممكنة لا يمكن الرمي المسألة كلها اللوم كله على التحالف على أن والله الشرعية قرارها مأخوذ طيب يا أخي إذا الشرعية قرارها مأخوذ فلتحاول استعادته فلتحاول أخذ حلول أخرى مثل الشراء أسلحة ما شابه تحريك حتى على الأقل العجلة الدبلوماسية في سياق صنع رأي عام على الأقل يعني يكافئ ويعطي الأمل بالنسبة للناس بأن هناك من يتحرك من أجلهم للمقاتلين على الأرض إذن هناك حلول أخرى بيد الشرعية ليست المسألة كما تقول أن في التحالف فقط صحيح الخيارات بيد السلطة الشرعية متاحة وكبيرة وممكنة لكن أنا أقول حتى يفهم كلامي بشكل أوضح أقول بأن السلطة الشرعية نفسها هي التي سلمت إرادتها للسعودية وبالتالي لم تعترض على أي خرق لم تعترض على أي تدخل لم تعترض حتى على طلب منها أن تعين مثلا محافظ معين حسب طلب السعودية والإمارات يعني السلطة الشرعية نفسها تخلت هي بإرادتها عن خياراتها وعن قدرتها ولذلك استمرأت هذا الاتكال على السعودية وجعلت الحرب في اليمن وكأنه شأن سعودي وكأن القضية في اليمن قضية سعودية لكن إذا كانت برئاسة الدولة شخص لديه خيال سياسي وشعور وطني ربما اتخذ خيارات أكبر وأجبر دول التحالف على أن تعمل وفق الهدف الوطني لا وفق أهدافها فأنا لماذا أقول بأنه اللوم كله على دول التحالف لأنها أصبحت من يمتلك القرار بالتخلي عنه عن طريق الرئيس هادي ولو أراد الرئيس هادي أن يتخذ خيارات أخرى لا فعل لكنه لم يفعل إذن أنا كيف أستطيع أن ألوم طفل أبوه هو الوصي عنه في شراء ملابسه في أكله يعني الرئيس هادي تصرف كطفل يعني اعتمد على السعودية لتقوم بالأعباء التي هي من مهمه الدستورية أنا هنا أحمل دول التحالف لأنها بيدها كامل القرار السياسي والعسكري والاقتصادي كيف يسمح الرئيس هادي مثلاً وهو قادر على الاعتراض كيف يسمح لأن تحاصر دول التحالف المناطق المحررة براً جوّاً بحراً لماذا تغلق المطارات كيف يسمح لنفسه أن تمنعه الإمارات من نزول طائرته في سقطرة أو في عدن يعني فأنا أتكلم عن إنسان عاجز يعني إنسان مشلول وبالتالي إما أن نبحث عن بديل عنه بطريقة مختلفة حتى ينقز لنا هذه المهام أو أن أحمل من بيده القرار اليوم من بيده القرار هي السعودية وهي التي تتحكم بالمشهد كاملاً وعندي سلطة شرعية معطلة حتى كلمة حكومان لا أستطيع علوم حكومة ولا برلمان اليوم الحكومة ليست حكومة بصريحة العبرة هي فريق حكومي فريق إداري يعينها هادي وبالتدخل من السعودية تقول له عين فلان وعين فلان وعين فلان حتى المحافظين هو لا يستطيع أن يعين اليوم قرار الرياض ألزم هادي أن لا يعين شخصاً إلا بالتشاور معها وهو قبل بذلك إذن هذا إنسان فاشل إنسان يعني ينبغي أن يحقر عليه ينبغي أن يصدر ضده قرار طبي بأنه عاجز على التصرف وتسحى منه الصلاحيات ولكن حوله أحزاب هي مطمئنة لمثل هذا الوضع لأنها تتربى حوله في المحاصصة وفي المغانم إذن الشعب صار بعيداً عن المعركة اليوم المعارك في اليمن كما ذكرت في أكثر من مرة سابقاً لم تعد معركة واحدة الحقيقة عندنا أكثر المعركة في عندنا معركة إيرانية سعودية في اليمن بالوكالة في عندنا معركة حوثية تخص استرداد سلطتهم التي صادرتها ثورة 26 سبتمبر لدينا معركة تخص الإمارات في السيطرة على الشواطئ والجزر المانع لدينا حرب وطنية فقط يمثلها المقاتلون في الجبهات هذه الحربة لخصة اليمنين ومع ذلك حتى لا ينتصر هذا الجيش في الجبهات طيب يعني أنقل السؤال إلى السيد الصوفي يعني كما يفهم من كلام الدكتور وكما يفهم من كثيرين الشرعية أصبحت مجرد شعار السلطة الشرعية مجرد شعار يستخدم لتمرير أجندة وأهداف لأطراف خارجية التحقيق أيضاً ثراء لبعض قيادات هذه السلطة برأيك سيد الصوفي لماذا يجب أن يتمسك بها اليمنيون وقد أصبحت بهذا الشكل أولاً هناك نقطة ربما نقفلها وهي أيضاً حينما تغيب يعني ندخل في نتوه في بعض المتاهات والمنعطفات في الملف اليمني هو البعد الدولي وأيضاً الطبيعة ما يدور الآن على الصعيد الدولي وأيضاً في ملف المنطقة والشرق الأوسط يعني هناك صراعات دولية وأجندات واضحة ومكشوفة وكل الأطراف تتحدث بكل صراحة أن لديها أجندات منها تمزيق البلدان ومنها بعضها إعادة دمجها وهكذا لكن بالنسبة لليمنين اليمنيين هدفهم واضح ومنذ أربع سنوات وخمس سنوات ربما وهذا دليل على أن هناك كانت إرادة لمحاولة إعادة صياقة بعض المناطق وملشنتها كما فعل في سوريا مثلاً أو في ليبيا لكن اليمنيين استطاعوا أن يجتازوا هذا الخطر وإن كان كما ذكر الدكتور أن هناك ترك لكل منطقة وهي بالمناسبة أشبه بالمناطق العسكرية ولا تزال قيادة التقسيم هو تقسيم إداري لا أكثر لكن هذا التقسيم الإداري كان هناك أطراف كما يظهر أنها كانت تريد أن تحولها إلى ميليشيات وهذه الميليشيات تحت مسميات جيش فلان وكتائف فلان وألويات فلان لكن الجيش استطاع أن يحافظ على حتى وحدة التسمية ووحدة النشأة ووحدة طبيعة المعركة وأهدافها وبالتالي هذه واحدة من المعارك التي خاضها اليمنيون باقتدار باقتدار وبإدارة عالية وفائطة وصدعوا أن يحافظوا على الهدف لم يتمسقوا ما هي الخيار؟ لماذا يجب أن يتمسك الآن اليمنيون بهذه السلطة؟ وقد أصبحت على ما هي عليه الآن البديل سيكون الفوضى ربما هي المجتمع الدولي يحاول أن يشتت طيب لأن المجتمع الدولي يحاول أن يشتت اليمنيين يحاول أن يدمي الرأس النعم ما هي الخيارات أمام اليمنيين الآن دكتور فيصل؟ بدقيقة إذا سمعت نعم أنا أعتقد بأن السلطة الشرعية لم تعد خيارا رابحة لليمنيين وأنكشفت بسبب هذا التواطع بالتخليها عن السيادة اليمني لطرف أخارجي الخيار اليوم هو أن الشعب اليمني يتقسد بقرار شعبي خالص إما الجيش الوطني يتماسك ويمثل هذا الشعب بإرادة حرة وهو مؤسسة عسكرية ينبغي أن تنتقل من الكنتونات والمناطق العسكرية إلى جيش موحد تحت قيادة واحدة وهيئة الأركان وأنا أقول بأن هؤلاء هم الذين سينقذ البلد وهناك يضعف لهم بعمد حتى لا يستطيعون أن ينفذوا مثل هذه الخطة الخيار الثاني وهو عودة روح تيار فبراير يعني اليوم الشعب اليمني لابد أن ينتفذ من جديد تيار فبراير عندما قامت ثورة 2011 كانت تحت ظلال الأحزاب وبالتالي فشلت الثورة بسبب هذه المظلة اليوم ينبغي أن يبعث تيار فبراير من جديد ولا أقصد فقط ثورة 11 فبراير ولكن كل وطني غير على وطنه أن ينتفذ لكي ينقذ بلده بطرق متعددة مدنية وعسكرية مسألة أن شخص وجوده كعدم مثل الرئيس هادي سيودي للفوضى هذه أكذوبة جميع الشعوب انتقلت إلى مرحلة الصف وهاعدت البناء شكرا لك دكتور فيصل الحديثي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز وكذا شكر موصول للصحف حسين أصوفي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من ماري بشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابع والإنصاد في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري في أمان الله